بسم الله الرحمن الرحيم راض من أبي الدنيا عن مجاهد عن عديث مجاهد الكبار الكبيرين وعند الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له البلك وله الحمد يحي ويميته يهدي الخير وهو على كل شيء قديم في الصباح علت له الأعمال الصالحة ومن القيامة إلا من زاد عليه ومن قالها في المساء كانت له عدل قيام كانت له عدلة كانت له عدل قيام قيام ليلة حتى الصباح قيام ليلة حتى الصباح قيام ليلة حتى ده مرة واحدة لو أنك كنت هذا الزكن مئة مرة يكتبك قيام ليلة مئة ليلة بلا مبلغة وروى وروى الإمام الديلمي والإمام المتق الهندي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من يوم الجمعة وتسبيحتهم في يوم الجمعة أفضل من ألف تسبيحة ورقعتان أفضل من ألف رقعة بمعنى إيه؟ معنى أنه سبب أي عمل صالح بيتضاعف في يوم الجمعة أكثر من ألف ضعف لأنه أفضل عند الله سبحانه وتسبيحة من عيد الأطحى ومن عيد الفطر عيد الأطحى اللي هو اللهم العاشر من أمام النحر اللي فيها اليوم بألف يوم اللي يوم عرفها بعشر تلاف يوم وليلت القادر بثلاثين ألف ليلة أكثر ماذا بقى الصواب العظيم؟ لو أنت قلت لحيز ذكر ده مئة مرة ليلة الجمعة يكتب لك قيام مئة ألف ليلة مبالغة وأكثر لأنه سواب يوم الجمعة بيتضاعف أكثر من ألف ضعف ولو أنت قلت في ليلة عادية يكتب لك مئة مرة حيكتب لك قيام مئة ليلة يبقى أنت لو قلت في ليلة الجمعة يضرب الصواب ده أكثر من ألف يبقى أكثر من مئة ألف ليلة وأيضا لو قلت هذا الذكر مئتين مرة لو قلت له مئتين مرة صباحاً ومساءاً تبع سواب القيامة وجهك مضيئاً كالبدر في ليلة في تمامي يريد كنا نكسر من هذا الذكر قدر مستطاع الصباح ومساء بعد الأشياء خاصة ليلة الجمعة خاصة ليلة الجمعة كل قول هذا استغفر الله اليوم